نجحت مصر في استعادة دورها بالقارة الإفريقية في مجالات عديدة وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي من شأنها البناء عليها لتحقيق التنمية بالقارة الزميلة ليلة عمر تستعرض أبرز الجهود المصرية بالقارة السمراء أهلا بكم ساعة مصر في عهد الرئيس السيسي إلى استعادة العلاقات الأفريقية في المجالات كافة وبقوة حيث عملت على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية فكانت لها جهود وإنجازات ملموسة على الأصعدة كافة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري توجت جهود مصر لاستعادة الدور الرائد في أفريقيا باختيارها من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير من عام 2018 حيث تركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي على تسخير مصر لإمكانتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لأفاق أرحب مع الحرص على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي إلى جانب الإصلاح المؤسسي المالي للاتحاد فضلا عن السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الأمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية مع دفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية بعد النزاعات وتفويد المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للتنسيق مع مجموعة الدول الأفريقية وتم خلال رئاسة مصر للاتحاد توقيع اتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية كما شارك الاتحاد في تعديل قواعد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي هذا بالإضافة إلى التعاون مع الصين لإيصال الكهرباء بـ 600 مليون أفريقي أطلقت مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية وذلك عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القرية المنظمة لها وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في قارة السمراء تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أكتوبر من عام 2020 وقادت أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عددا من الموضوعات والتي تحتل أهمية خاصة وملحة لدى الاتحاد الأفريقي ومصر فقد عاكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا ومن هذا المنطلق خصصت جلسة لمناقشة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيرتها على حالة السلم والأمن بالقارة فضلا عن سبل تفعيل مقترح استحداث قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب حرصت مصر كذلك على استضافة العديد من الفاعليات الإفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الإفريقي بالقاهرة وذلك في أكتوبر من عام 2018 وخروج النتائج على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية كما نجحت في استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وذلك في نوفمبر من عام 2019 إلى جانب الإعداد لمنتدى الاستثمار في إفريقيا وذلك بشرم الشيخ في يونيو من عام 2021 الذي استهدف توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات وكذلك لقادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا مصر شاركت أيضا بفاعلية في قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي وذلك في نوفمبر من عام 2018 وقمة الكوميسا العشرين في لوساكا في يوليو من عام 2018 بالإضافة إلى قمة منتدى التعاون الصين أفريقيا في بكين في أغسطس من عام 2018 والاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في أفريقيا التيكاد في أغسطس من عام 2019 بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفريقية بالقاهرة في ديسمبر من عام 2018 والمعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية في ديسمبر من عام 2018 شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية والتي عقدت في الفترة من العشرين حتى الثالث والعشرين من يونيو الماضي في بورندي وفي نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية عشرين اثنين وعشرين عشرين خمسة وعشرين حيث فازت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد ويعد الاتحاد منظمة دولية مستقلة تهدف إلى تنسيق التعاون بين هيئات مكافحة الفساد بالدول الأفريقية ونشر التطبيق الفعال لاتفاقية للتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد وأيضاً لاتفاقية الأممية وتيسير التعاون المشترك بين الدول الأطراف في مجال التحريات وجامع الأدلة في جرائم الفساد مع تقديمها لجهات التحقيق إرادة مصرية إذن لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية أمر له الأولوية على أجندة القاهرة في إطار استراتيجية التعاون المصري الأفريقية ترجمة نانسي قنقر